مين عمر غلاب قبل ما يبقى رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان؟ طيب النائب عمر غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية أنا دخلت البرلمان 2016 أحنا كنت أصلا أنا أصلا محاسب قانوني واشتغلت نائب رئيس مجلسط در مجموعة شركات ودروقتي أنا في البرلمان رئيس اللجنة وصلت لرئيس اللجنة الحمد لله أنا من خلال خبرتي وتعاملي والحمد لله رشحت إن أنا أبقى رئيس اللجنة الحمد لله إحنا في خلال فترة بسيطة اللجنة قدرت تطلع بعد التشريعات الاقتصادية اللي هي كنت أعتقد إنه كان في إطار الإصلاح الاقتصادي كان لازم مجموعة من التشريعات تطلع وشاركت في مشاريع في لجان أخرى ولكن إحنا كان عندنا قانون للسسمار وده كان من أهم التشريعات تعديلات في قانون الشركات تعديلات في قانون سوق المال قانون حماية المستهلك كل هذه التشريعات تصدرت ولكن إحنا دلوقتي كمان جاري منقشة قانون التخصيم والإيجار التمويلي وده أعتقد خلال أسبوعين أو ثلاثة هنكون منتهي منه أعتقد كل هذه التشريعات كان زي ما قلت جوا في الحق إن لو لا صدور هذه التشريعات ما كان سنقدر نقضي الأعداد ولا ما كان سنقدر نتكلم في هذه الإطرحات يعني بيتاخد دائما على اللجنة الاقتصادية في البرلمان إنها بتصدر التشريعات ضد مصلحة المواطن المصري فجأة الناس تنم تصحق لأي الأسعار غالية فجأة الناس تنم تصحق لأي الدعم تترفع الناس بتتفاجأ بقوانين مش في مصلحتها تماماً ترد حديك على الرأي ده وتقول إيه لا هو ما فيش حاجة كده حضرتك أنت أنت سلطة الشريعية ورقابية أنت مش سلطة أنت مش أنت بتاخد القرارات القرارات بتاخدها الحكومة أنت حضرتك بتريقب هذه القرارات ولكن ما في حاجة دخلت اللجنة الاقتصادية إلا وإحنا كنا عدلنا عليها أنا هقولك في قانون حماية المستهلك إحنا كنا في صالح المستهلك وعدلنا على قانون حماية المستهلك لأن هذا مقدمه الحكومة قانون الاستثمار اللي كانت مقدمه الحكومة اللجنة الاقتصادية عدلت أكتر في 65% من المواد اللي موجودة في القانون أنا عايز أقولك الكلام ده مش حقيقي اللجنة الاقتصادية وقفة في صف المواطن دائما في حاجة المواطن هي دائما وقفة معاك هل اللجنة الاقتصادية هي اللي بتوافق الأول على رفع الدعم عن ما يستهلكه المواطن من السلع وخدمات ولا لك مقدم تعمل هاش دعو بموضوع رفع الدعم لا رفع الدعم ده من الحكومة حضرتك دالة بيبقى باتجاه حكومي وانت بتجي وانت لما بيحصل حاجة كده بتطلب وبتاخد أدواتك الرقبية وبتطلب من الحكومة استفسار تطلب طلب إحاطة تطلب تاخد أدواتك الرقبية تقدر تمارسها وتطلبها من الحكومة عشان ترد عليك في هذه الإجراءات لكن حضرتكم في البرلمان بتوافقوا على لا لا ما فيش لا 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 يا فاندم هو انت بتوافق على برنامج الحكومة على برنامج على الموازنة بالكامل ولكن ليس لها علاقة بالرافع الدعم لا ده كلام عاري من الصحة لا ده كلام عاري من الصحة لا ده كلام عاري من الصحة ما فيش دور في هذا الاتجاهة انت عندك بتوافق على الموازنة العامة للدولة وبرنامج الدولة وتوافق عليها ممكن تكون اللجنة القصداية في البرلمان قامت بايه تحديدا في مصلحة المواطنة المصري؟ سؤال ده مش على ايه السؤال موالوب حضرتك لا السؤال مش 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 مفهون طيب السؤال مش مفهوم بس انا عايز اصداد سؤال اه لو انت تابع ايه المال انا صح في accord ما اه مش ف Volt انا عايز اقول الناس ايه اللي اللجنة الاقتصادية في البرلمان اللجنة الاقتصادية انا جاءت عليك اللجنة الاقتصادية هي كانت مشهولة عن إصدار التشريعات والإصلاحات الإقصادية اللي كانت مطلوبة في هذه الفترة علشان تقدر يحصل تنمية في البلد لو لا هذه التشريعات ما كانت صدرت ما كانش هيحصل الإصلاح الاقتصادي اللي انت شايفه اللي بتشيد به كل المنظمات الدولية وكل الهيئات الدولية بتشيد بالإصلاح الاقتصادي في البلد انت الرانك بتاعك في هذه المرحلة بيعلى كل شوية بيعلى وتصنيفك بيعلى إزاي كنت هتقدر تعمل كل هذا كل هذه الاصلاح وانت ما عندكش تشريعات فانت الدور اللي كان مهم جدا في هذه الفترة اصدار التشريعات اللي تساعد على اصلاح الاقتصادي للبلد وحوصلها على تطلع تصنفها يعلى تمام انا فهم تشريعات زي لما حضرتك بتصلع تشريعات في قانون استثمار لما عارك بتصلع بتصدر قانون حماية المستهلك لما بتعمل تشريعات في قانون الشركات اللي هو قانون 159 لما بتعدل قانون سوى المال ده هشجع استثمار يعني هيشغل الناس يعني هيحصل رواج في البلد هيحصل انه مستوى الدخل بتاع المواطن يزيد كل ده انت مش حاسس به لانه تأثيره مش مباشر وتأثيره غير مباشر هيحصل مع الفترات اللي جاية واحنا حاسين بيه في السوق وحاسين من حجم الاستثمار لدخل البلد في الفترة اللي احنا فيها دروقتي انت ممكن يصدق قانون العمل الموحد ده في لجنة القوى العملة عطا قد من عراء بن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم